أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة لدورة الشتوية عام 2017 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الدكتور عمر الرزاز استعرض خلاله نسبا نجاحي وأعداد الطلب المتقدمين أكثر من 155 ألف طالب وطالبة تقدموا الامتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية للعام 2017 في كافة الفروع الأكاديمية والمهنية كطلبة نظاميين ودراسة خاصة حضر الامتحانات منهم 119 ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون مشتركا ومشتركة هذا ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان نتائج الثانوية العامة وبلغ عدد الطلبة الناجحين في كافة التخصصات 22837 طالبا وطالبة من أصل 45 ألفا تقريبا تقدموا فعليا للامتحان الطلبة النظاميون بلغ عددهم 88489 طالبا وطالبة حضر منهم فعليا 67486 طالبا وطالبة وحول نسب النجاح في مباحث الفروع الأكاديمية التي تقدم لها الطلبة النظاميون سجل مبحث مهارات الاتصال المستوى الثالث للفرع الشرعي أعلى نسبة نجاح بلغت 100% ثم تلاه مبحث الثقافة الإسلامية المستوى الثالث للفرع العلمي بنسبة 95.16% في حين سجلوا مبحث اللغة الإنجليزية المستوى العادي للفرع الشرعي أدنى نسبة نجاح بلغت 10.15% من المتقدمين للامتحان في 2014 كانت نسبة النجاح 26.1% في 2015 كانت نسبة النجاح 40.2% في 2016 كانت نسبة النجاح 40.9% في 2017 كانت نسبة النجاح 50% مبحث الثقافة الإسلامية المستوى الثالث في فرع الاقتصاد المنزلي سجل أعلى نسبة نجاح للطلبة النظاميين في الفرع المهنية حيث بلغت النسبة 91.14% من الطلبة المتقدمين للامتحان في حين سجل مبحث الرياضيات المستوى الثاني في الفرع الصناعي أدنى نسبة نجاح بلغت 24.14% فقط لم تتغير المعايير ولم تتغير الأسئلة ولكن مستوى الاستعداد للطلاب وأفضل بكثير نسبة نجاح طلبة الدراسة الخاصة من الذين أنه متطلبات النجاح في المباحث جميعها سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنسبة العام الماضي حيث بلغت 50% تقريبا لهذه الدورة في حين كانت 40.19% في العام الماضي إضافة إلى انخفاض عداد المخالفات من 472 مخالفة العام الماضي لتصبح 350 مخالفة فقط في هذه الدورة نزداد كل يوم يقينا بأن التحسن قد بدأ فعلا يأخذ المنح التراكمي في نظامنا التربوي وأن الإيجابيات في هذا النظام بدأت ترسي قواعدها وانعكس كل ذلك إيجابيا على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الطالبات حصدنا 9 مقاعد من بين أعلى 15 معدلا لطلبة الدراسة الخاصة لهذه الدورة في حين حصد الطلاب 6 مقاعد فقط أمين سليم رؤيا حصل الأول على المملكة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية الطالب مروان صالح على معدل 96 و18 في الفرع العلمي في حين تصدرت لائحة الشباني هذه المرة مراتب الأوائل في غالبية التخصصات رأي التقت مجموعة من الأوائل في بعض التخصصات للدورة الشتوية لهذا العام بالوضع النظامي جبت فيه 95.4 كان عندي مشكلة مع الإنجليزي بالذات الإنجليزي كان هو العائق الوحيد بيني وبين الأردنية طلعي لي بالهاشمية أنا وسجلت بالهاشمية وبديت أدراسي وكل شيء بس أنه ظلت ببالي أنه لو لا الإنجليزي طبع الفصل الثاني كان أنا دخلت الأردنية فاللي صار إني أنا حكيت ليش بخسرش إشي ليش ما أجرب وبعيد الإنجليزي فسجلت حالي أقدم على الدورة الشتوية ودرست وأكيد يعني الواحد لما يتعب حاله أكيد بوصل للي بده إياه الناس اللي قدموا هذا الفصل ممكن يكون ما حالفهم الحظ ولو ممكن يكونوا جابوا علامة بس أنه هاي العلامة ما بترضيهم بحب أحكي لهم أنه هاي مش نهاية الدنيا الحمد لله رب العالمين الله من علي بهذا المعدل بعد رسوب بمادة اللغة الإنجليزية طبعا هاي أنا نجحت بالفصل الأول بال2016 بمعدل واحد تسعين وعشر ولكن الفصل التالي لم يحالفن الحظ بمادة اللغة الإنجليزية فعدتها فصل ثالث والحمد لله حصلت على معدل واحد وتسعين وتلت عشر لازم الطالب أنه يتحدى نفسه في كل مادة هو أخفق فيها لازم كل مادة هو يخفق فيها يعملها كتحدي وخطوة لنجاحه أول شي كانت غاية عادة المادة يعني أجيب معدل عالي عشان يعني أنا هيك يعني أشايف حالي أفضل وأنا يعني ما قدرتش يعني أقدم أداء كويس في الدورة الصفية بسبب يعني رمضان الحمد لله جبت سبعة وتسعين وتسعة يعني طبعا كان تشجيع أهلي أمي أبوي يعني هذول الجنود الأخواني طبعا هذول الجنود المجهولين بشكرهم الشخص اللي عنده طموح يعني بيحقق كل شيء بده إياه بيكون يعني إشي مسيره مش ماشي يعني من غير إشي طبعا أهم إشي أنك تدرس تابع معلمين مدرسة بشكرهم جدا صراحة أنا كنت متوقع أنه أجيب معدل أنه منيح وعالي بس ما كنت أتوقع أنه أجيب الأول على المملكة هذه السنة أعطيت أغلب وقتي للدراسة لأنه كان براسة هدف يعني معين أنه أنجح ما فيه إشي مستحيل يعني بتقدر تعمل كل إشي بفرحة عارمة استقبل طلبة شهادة الثانوية العامة وذويهم النتائج اليوم محتفلين بما أحرزوا من نجاح حصيلة تعبهم وكدهم كاميرا رويل تقطت مشاهدا لبعض الطلب الناجحين في العاصمة عمان فهازيج الفرح وزوامير جابت شوارع المملكة متمنين الحظ الأوفر للذين لم يحالفهم النجاح ليتجهزوا للفصل القادم بمعنويات أعلى لنتابع المزيد من المشاهد واللقاءات صحيح أنه بس ماديتين عشان نظام أمريكي بس خلص أنه عملت علي ونجحت جب 88 دين و42 تاريخ الأردن وعندي مستوى تاني بالفصل التاني وإن شاء الله بنجح فيه كمان وبخلص كتير مبسوطة كتير 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 مبسوطة الحمد لله الحمد لله على كل شيء عن جد أنا جبت 74 والحمد لله فرحة كتير حلوة يعني علمي يا كبير علمي علمي يعني فرحنا الأهل فرحنا كل الدنيا بقول لك الحمد لله الحمد لله وهذا شيء يعني بنشكر الله عليه وبنشكر كل سيدس اللي تيعبوا ووقفوا معنا جبت معدل 80 وبتمنى لكل النجاح أنا حابة أشكر أهلية ومعدلية 85 كتير مبسوطة ينزل أجبنا 89 حررت الإدارات الأمنية في مدرية الأمن العام 950 مخالفة مرورية حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم رافقت أعلان النتائج الثانوية العامة في جميع أنحاء المملكة بحسب مصدر أمني وطلب المصدر من المواطنين على ابتعاد عن مثل هذه المخالفات التي تشكل خطرا على مرتكبيها أو المرة أو مستخدمي الطريق والتي تركزت بالمسير بشكل مواكب معيقة لحركة السير أو إخراج الأجسام من المركبات أو القيام بأعمال بهلوانية بواسطة المركبات وأكد المصدر أن الحملة الأمنية التي أطلقتها مديرية الأمن العام منذ صباح اليوم تزامنا مع إعلان النتائج مستمرة لضبط تلك المخالفات إلى ذلك قال مصدر في إدارة السير المركزية إن الإدارة علقت تحرير ثلاث مخالفات مرورية لمدة لم يحددها بهدف توعية المواطنين بخطورتها وذلك في إطار حملة توعوية أطلقتها عبر توزيع بروشورات خاصة لتعريف مستخدمي الطريق بضرورة استخدام حزام الأمان بالإضافة إلى خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة والتوقف على مسرب من الطريق هذا وكانت وحدة تنصيق القبول الموحد أعلنت أن يوم الاثنين المقبل سيكون موعد استقبال طلبات الراغبين بالحصول على مقعد جامعي للطلبات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة الشتوية ومديرية الوحدة بالوكالة أوضحت أو مديرة الوحدة بالوكالة أوضحت أن عملية تقديم الطلبات ستتم عبر موقع الوحدة الإلكترونية وتستمر حتى منتصف ليل الأربعاء الخامس عشر من شباط الحالية دعية الطلبة إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتوافرة على الموقع الإلكترونية قبل تعبئات الطلب ومشيرة إلى ضرورة مراجعة مكاتب البريد للحصول على القسائم المعتمدة نتائج دورة الشتوية الامتحان الثانوية العامة محور وحلقة الليلة من نبض البلد التي تتابعونها بعد نشرة الأخبار مباشرة في سياق مختلف عدت وزارة العدل مشروع قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يشتمل على تحديد جرائم الاتجار بالبشر بشكل واضح وتوسيع نطاق التجريم وتغليض العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم بما يحقق الردع العام والخاص وبما يضمن تحقيق العدالة النجعة خلال النصف الأول من عام 2016 تم إيواء 112 حالة منها 12 حالة هم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر وفقاً للمعلومات الواردة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام وجمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن وأوضح التقرير بأن كل من مديرية الأمن العام ووزارة العمل ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر قد كثفت من جهودها للتحقيق في حالات الاجتباه بالاتجار بالبشر ففي عام 2014 حققت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في 311 حالة حول منها 53 حالة إلى القضاء شملت 91 رجلاً و24 امرأة متهمين بالاتجار بالبشر وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2013 حيث حققت الوحدة مع 24 حالة حول منها 17 حالة إلى القضاء أما خلال النصف الأول من عام 2016 فقد تم التحقيق ب197 حالة حول منها 14 حالة للقضاء على أساس أنها جرائم اتجار بالبشر عالمياً فإن النساء والفتيات يشكلن ما نسبته 70% من ضحايا الاتجار بالبشر وذلك وفق ما جاء بالتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص الصادر عام 2014 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأن الضحايا بشكل عام يحملون 252 جنسية في 124 دولة حول العالم وأن حوالي 90 من دول العالم تجرم الاتجار بالبشر هذا وقد اتخذ الأردن خطوات كبيرة لمنع الاتجار بالبشر حيث أصدر عام 2009 القانون رقم 9 وهو قانون منع الاتجار بالبشر وصادق على البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة كما شكلت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أعلنت الاستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص عام 2010 وباشرت دار إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بتقديم الخدمات وتأمين الحماية والإيواء وتقديم الرعاية لهم بمختلف جوانبها طلب مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الملكية الأردنية استرداد قيام التذاكر التي تم صرفها لغير أعضاء مجلس إدارتها العاملين وكذلك قيام التذاكر التي تم صرفها لأي شخص استفاد منها دون سند قانوني وخلافا للأنظمة والتعليمات السارية والمجلس أيضا طالب في مذكرة إلى إدارة الملكية الأردنية بتعديل التعليمات النظمة لذلك بحيث يستفيد من تذاكر السفر المجانية والمخفضة أعضاء مجلس الإدارة العاملون وموظف الشركة فقط على أن يكون ذلك ضمن الحدود المقبولة وبما يتفق مع معايير النزاهة التي يجب أن تأخذ الوضع المالي لشركة الملكية الأردنية معين الاعتبار في الشان الفلسطيني استهدفت غارة لطيران الاحتلال فجر اليوم أحد الأنفاق الحدودية لقطاع غزة المحاصر ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح الغارة الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال جاءت بعد ساعات من سقوط عدة صواريخ على مدينة إيلات ادعى جيش الاحتلال أن مصدرها شبه جزيرة سيناء المصرية أنفاق الموت وشريان الحياة الذي أمد القطاع بالبدائل الإغاثية على طول سنين من الحصار الإسرائيلي كانت هدفا للطائرات الحربية الإسرائيلية مرة أخرى ليسقط شهيدان وخمسة جرحة وضعوا أرواحهم على راحاتهم قبل للطرار للذهاب إليها كان بس كل أمية حياتي يوفر لأولاده أكله وشربه يعني لا دخل ولا مسكن زي الناس ولا إشي فيش يعني رمح له على الموت عشان يقدر يلبي لأولاده وربنا فتكره صح سب اللي أولاده صغر بس ما يخافش إن شاء الله بقدر إن شاء الله بطلع أولاده حسن ناس يتباهى فيهم الله يقدرنا بس على تربيته ويديني الصبر قال يروح لي من النفق ثلاثة صباح وفتعله الدار أقول لي أخوش بوديك يقول لي لا إيسا وين يروحه؟ روح لي شوف عيشته شوف عيشته عايش لما رتشت الدنيا الناس بتبدأ لأبدأ هم بنزحوا مية هؤلاء الشهداء بأقدامهم شقوا طريقهم للعمل في أنفاق التهريب على الحدود ما بين مصر وقطاع غزة ليقبلوا فرصة عمل اضطروا إليها وما وجدوا غيرها لإنقاذ عائلاتهم من الجوع فعادوا محملين على نعوش أتت لعائلاتهم بحسرات أبدية سببها الاحتلال مجددا الحصار الإسرائيلي المستمر وترد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة مع قلة فرص العمل وشح المواد اللازمة لحياة الغزيين أمور دفعتهم مجددا إلى التوجه نحو أنفاق التهريب التي لطالما اعتبروها شريان حياة ساهب في صمودهم نوعية بعض فرص العمل كما ذكرت في الأنفاق أو في كباعة متجولين أو على بسطات تحت حر الشمس وفي البرد كل هذه الفرص يقدم على الشباب حتى لو كانوا سوف يعانون الكثير باعتبار أن ذلك أفضل من الجلوس في البيت وأفضل من عدم وجود راتب مطلقا خلف ذرائع مختلفة تحرص إسرائيل على تبرير استهدافاتها للمدنيين الفلسطينيين حتى لاحقتهم في مصادر رزقهم بحجة الحفاظ على أمنها منعك القناة رؤيا غزة فلسطين لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت أنها خاطبت جميع القوى والفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحديد موعد لعقد اجتماعات معها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل للتحضير لإجراء الانتخابات المحلية في أيار المقبل اللجنة أوضحت في بيان لها أنه ستتم خلال الاجتماعات مع الفصائل مناقشة موعد الانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء ومدى إن كانية عقدها والإجراءات التي ستتبعها اللجنة في حال تم الاتفاق وتوافق على إجرائها بالإضافة إلى الجدول الزمني للانتخابات لجنة الانتخابات تلقت القرار بين الحكومي قرار إجراء الانتخابات في 13 أيار مايو المقبل واللجنة في هذه المرحلة تكون بالتحضير لعقد اجتماعات مع الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من أجل إطلاعهم على التحضيرات وعلى رأيهم في إجراء الانتخابات ومن المؤمل أنه مع نهاية هذا الأسبوع أن يكون لدى اللجنة تصور عن إمكانية إجراء الانتخابات وعن الخطوات العملية اللاحقة ومن ثم نشر الجدول الزمني لإجراء الانتخابات في الضفة والقطاع مجرد ما نعرف موقف حماس ومرأة بقية الفصائل سنعلن عن خطوات اللاحقة وإذا في حال تعذر إجراء الانتخابات في أي هيئة محلية إحنا واجبنا كاللجنة الانتخابات أن نبلغ مجلس الجراء والحكومي بهذا التطور بحجة توسعة برج المراقبة العسكري صادرت سلطات الاحتلال جزءا كبيرا من أراضي شارع الرئيس الواقع على مدخل بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل تفاصيل أكثر في هذا التقرير في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل المحتلة قام الاحتلال خلال الفترة الماضية بأعمال توسعة برج المراقبة العسكري المقام على المدخل الوحيد للبلدة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية عشر ألف نسمة والذي يعتبر أيضا منفذا لعدد من القرى والبلدات المجاورة كخراس ونوبة وصريف البرج العسكري تم إقامة على مدخل بيت أمر بعد انتفاضة الألفين وما زال قائم في شهر سبتمبر 2016 تم توسعة محيط البرج على حساب مدخل بيت أمر طبعا هذه البرج يستخدم كنقطة عسكرية ثابتة فيها تواجد عسكري باستمرار تم توقيف المواطنين بشكل يومي واستدراجهم واستجوابهم داخل هذا البرج بالإضافة لتأثيرها على حركة السير بحيث أنه أصبح مدخل بيت أمر عبارة عن مصار واحد تم إجابتنا بتسليمنا بقرار عسكري بتوسيع البرج وإذا هناك أي حلول ممكننا معلجتها من خلال على حساب أصحاب الأراضي والمنازل المقابلة للبرج عملية التوسعة أسهمت في التضييق على المواطنين بشكل أكبر فطريق الرئيس أصبح لا يتسع سوى لمركبة واحدة هذا نهيك عن الحواجز العسكرية التي يقيمها الاحتلال بين الحين والآخر على المدخل حيث يتفنن الاحتلال في تنغيص على المواطنين وتعذيبهم كان شيء غير مبرر مجرد هي سياسة زحف استطاني تعودنا عليه دائما يريدون أن يحلوا هذه المشكلة هي ضيق الشارع على حساب المواطنين الأصحاب الأراضي حاولوا أخذ التعويض عن النقص في المساحة على حساب مدخل بيت السيد المرحوم يوسف عبد الحميد برغيث والجار الآخر محمد أبو عيش فكانت هناك محاولات لتعويض النقص الحاصل في المدخل على حساب المجاورين وهذه السياسة المرفوضة يريد الاحتلال بالقوة اقتصاص أراضي مواطني البلدة فيطرح حلا لبلدية بيت أمر باقتطاع جزء من منازل المواطنين الواقعة على الجانب الآخر من المدخل لصالح توسعة الطريق كبديل عن الجزء المصادر من الشارع بفعل أمر عسكري لمصلحة برج المراقبة الاحتلالية من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا وفي جولتنا الإخبارية حول العالم مزيد من الأخبار منها مقتل ثلاثة سوريين بينهم طفلة في قصف على مركز مساعدات في حلب واحتجاجات مناهضة للروهينغا في يانغون الماليزية أطلق مقاتلو المعارضة السورية عددا من القذائف على حي مدينة حلبة سقطت واحدة منها على مركز لتوزيع المساعدات تابع للهلال الأحمر السورية وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة ومتطوع وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السورية مقتل المتطوع في قصف طالحي الحمدانية الواقعي جنوب حلب والتي استعادت قوات الجيش السوري السيطرة عليها بالكامل أواخر العام الماضي يتدافع العديد من الأطفال اليمنيين في بلدهم الفقير والذي يعيش نزاعا ودمارا منذ سنتين إلى الشوارع بحثا عن لقمة عيش لهم ولعائلاتهم ممتهنين بمهنة التسول لتصبح ظاهرة اعتاد اليمنيون على رؤيتها بعد مقتل أولياء أمورهم أو فقدانهم لمصدر رزقهم وقع انفجار في محطة فلمانفيل النووية شمال فرنسا وأكدت السلطات المحلية أن الانفجار حدث خارج المنطقة النووية نافية أن يكون هناك أي خطر للتلوث وقال مدير مكتب مسؤول الإدارة المحلية إن خمسة أشخاص أصيبوا بتسمم طفيف دون أن تسجل أي إصابة خطيرة مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين النوويين في المحطة النووية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخارجي البريطاني بوريس جونسون تخلى عن جنسيته الأمريكية ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية ربع الأخير من عام 2016 وفي لندن أكدت وزارة الخارجية أن جونسون تخلى عن جنسيته الأمريكية مطلع عام 2016 لكن انتهاء الإجراءات الرسمية لإسقاط الجنسية عنه استغرقت وقتا طويلا احتج العشرات من المتظاهرين والرهبان على سفينة المساعدات التي وصلت إلى يانغون لمسلمين روهينجيا بعد الأعمال الوحشية التي تعرض لها مسلمون روهينجيا في بنغلاديش والذين فروا من حملة الجيش الدموية وصولا إلى يانغون ومن جولتنا الإخبارية حول العالم إلى جولة محلية لأبرز الفعاليات والأنشطة في محافظات المملكة تعقد مديريتها أوقاف إربد الأولى والثانية ندوة علمية متخصصة بتنظيم من مديريتين أوقاف إربد الأولى والثانية افتتح في جامعة اليرموك أسبوع الوئام الديني والهادف إلى إبراز ملامح العيش المشترك بين الأديان وأدوره في بناء الحضارة الإنسانية خصوصا في هذه الظروف التي ظهرت فيها صيحات العنصرية والطائفية والتي أدت إلى النزاعات وسفك الدماء بالرغم مما تدعو له الأديان السماوية من سلام ومحبة إن مبادرة الأسبوع الوئام بين الأديان جاءت بمبادرة ملكية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تبنت هذه الجمعية هذه المبادرة وعممت في كافة أرجاء العالم انتهت أعمال دورة فن الخياطة التي عقدتها الهيئة الخيرية الهاشمية لستة عشرة سيدة من الجنسيتين الأردنية والسورية الدورة التي عقدت فعاليتها في مقر الهيئة هدفت إلى تحسين البيئة الاقتصادية للمجتمعات المضيفة للجوء السوري وبما يعود بمكاسب مادية على الخريجين ويحسن من أوضاعهم الاقتصادية تحصل كل سيدة خضعت لستين ساعة معتمدة على ماكينة خياطة لتبدأ ببداية المشروع في المنزل وبداية التسويق لمنتجاتها بهدف تطوير القطاعات التجارية والتنموية والخدماتية باشرت بلدية الكرك الكبرى بالعمل على مشاريع تنموية عدة بقيمة سبع ملايين دينار المشاريع التي كشف عنها رئيس بلدية الكرك خلال مؤتمر صحفي تهدف لوضع المدينة على خارطة السياحة الداخلية والخارجية أيضا من المشاريع بهدف تحسين مقدرة الطلبة على التحدث باللغة الإنجليزية نظم برنامج المنحة الصغيرة في محافظة الطفيلة حفلا تعريفيا بإنجازات وأهداف البرنامج والتي من أبرزها تمكين طلبة المدارس في المجتمعات الفقيرة من تحسين مهاراتهم باللغة الإنجليزية مشروع الأكسس هو مشروع ممول من السفارة الأمريكية بيوفر أربعمائة ساعة تدريبية لطلاب وطالبات من مختلف المحافظات ولأنه صندوق لواحد وخمسين مركز حول المملكة بلشنا أول إشي بالطفيلة والكرك بعدين هلأ توسعنا وصورنا بالكرك والطفيلة والعجلون والمفرق بعد ثمانية أعوام قضاها في البيت الأبيض سلم الرئيس الأمريكي الصابخ باراك أوباما الرأية لخليفته دونالد ترومب يعود مواطنا أمريكيا عاديا أين أقضي أوباما وقته هذه الأيام؟ لنتابع بعيدا عن المكتب البيضوي وأروقة البيت الأبيض وأعباء السياسة يستمتع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في إحدى جزر الكاريبي بإجازة مع زوجته ميشيل وصديقه رجل الأعمال البريطاني ريشارد برانسون أوباما يقضي وقته على الجزيرة التي يملكها برانسون في ممارسة التزلج الشراعي والرياضات المائية في إجازة أعلن عنها في نهاية ولايته بعد ثمانية أعوام قضاها في البيت الأبيض برانسون نشر مقطع فيديو لأوباما أثناء تزلجه على المياه في مشهد يكشف عن وجه ثاني للزعيم السابق لأقوى دول العالم والآن نترككم مع هذه اللقطات والمشاهد لحادث مروري في أحد شوارع العاصمة عمان ترجمة نانسي قنقر